موسيقى عمل جديد في مضمونه يناقش أزمة منتصف العمر لدى رجل يفقد الثقة في النساء بعد علاقة حب طويلة بأب بالفشل ويتجدد لديه الأمل عندما يلتقي بفتاة تصغره كثيرا أنت مو تقول أنك ساكن هنا وليس ما ضغط أي دور مضروري يعني جدا العمل الذي تم تصويره في دبي من بطولة الكويتي خالد أمين والأردنية ميس حمدان يحمل طابعا رومانسيا قد تفتقده الدراماة الرمضانية عادة ويقدمها بشكل جديد ريال ثم ريال والمرأة ثم مرأة هذه طبيعة الحياة هذه أفكار قديمة وحنا تجاوزناها أول مرة مثل باللهد أجال الكويتية شخصية مرة جامدة وتشتغل معيدة في الجامعة ورافضة موضوع الزواج لأنها عندها الكارير حقها أهم مليون مرة منها تتزوج حب في الأربعين ما شاء الله عليك أنت ما تعطي أربعين الله يسلمك لا والله أشوف أنا أربعين ليش ما أعطي أربعين حب في الأربعين عمل يتكلم عن شيء جدا حساس أتوقع أنه وقع يتكلم عن بالضبط عاملة هي مقارنة ومقارنة ذكية جدا في حب لأهم جيل السبعينات وجيل الثمانينات مخرج العمل كويتي مناف عبدال أكد أن دبي قدمت كل التسهيلات اللازمة لتصوير العمل وأنها بدأت تضع اسمها على خارطة صناعة الدرامة الخليجية في الأعوام القليلة الماضية دبي أصبحت عالمية اليوم ما مو إحنا كويتي نتكلم عنها إحنا قاعدين عندها شقائنا أنا محاس في غربة صراحة أني أكون هنا في دبي الجميلة دبي المميزة المنظمة حب في الأربعين هو ياخذ الجانب من هذا العمر اللي هو يختلف عن عمر المراهقة واللي أكبر منه فإحنا شوي متعمقين بهذا العمر عمر الأربعين حب في الأربعين ضم قصص عدة عن الحب والرومانسية تداخلت في نسيج درامي هادئ وممتل المشاهد ماشد الفاسي العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر